اشتركوا في القناة المتبادلة ويلبي تطلعات للشعبين مواصلة لنهج مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم والقائم على تنمية وتعزيز العلاقات مع دول العالم وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وادراكا باهمية بناء علاقات قوية ومتينة مع دول القارة الاسوية وسلطنة بروناي دار السلام بشكل خاص وضعت مملكة البحرين أسسا قوية وراسخة لعلاقاتها مع سلطنة بروناي دار السلام واستهدفت ضخ اتفاقيات ومعاهدات جديدة في شرايين العلاقات المشتركة بين البلدين من خلال الزيارات المتبادلة والفرص المتنوعة الكثيرة وخاصة على الصعيد الاستثماري والاقتصادي التي تؤكدها النتائج الفعلية بعد الاستفادة من تجارب البلدين هذه العلاقات تطورت من خلال مواصلة الجانبين العمل الحثيث لترسيخ سبل ازدهار شعبيهما في مختلف أوجه التعاون ارتكازا على الإرادة الواضحة والرغبة الدائمة في فتح مجالات جديدة أوسع فقد تم التصديق على عدد من الاتفاقيات على الصعيد الاستثماري والاقتصادي ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب واتفاقية الخدمات الجوية التي عكست في مجملها رغبة مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وسلطنة بروناي دار السلام بقيادة جلالة سلطان بروناي على توسيع الآفاق وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية بين البلدين هذا وتسعى مملكة البحرين إلى فتح آفاق أوسع والمضي بها قدما مع سلطنة بروناي في شتى المجالات بما يلبي تطلعات البلدين لتحقيق المزيد من الرقي والازدهار